سلام عليكم ازايكم مع اه فيديو جديد من فيديوهات سلسلة تعلم الوتوكاد ان شاء الله النهاردة هنتعلم ازاي نحفظ رسمة على بفرجنز اقدم من الفرجن اللي معايا. فيرجن اقدم منها. ليه? انا عندي دلوقتي انا الرسمة اللي قدامي دي اه عايز ابعثها لحد. والحد ده انا عندي ده اوتوكاد واحد وعشرين. واحد عنده تاني اوتوكاد عشرة الفين وعشرة. فطبعا اه لما انا ساقفه على واحد وعشرين الفين وعشرين هو مش اعرف فتحه على اه الفين وعشرة. اه الحل اه بسيط جدا. طبعا بيبقى احيان كتير عامل مشاكل لناس فاحنا هنحله بطريقة اه بسيطة جدا. اه في الحل الاول الحل الاول ان انت بتروح على اه الايكونة الاوتوكاد اللي هي دي. وتعمل فايل سيف از وانت هنا في فايل سيف از شاشة الفايل سيف از هنختار من هنا تح خليبها لك ايه انا اخر اصدار هنا بسيف بيه الفين وطمانتاشر. الفين وطمانتاشر. هدخل هنا اقول له لا يا عمي. خلي سيفهولي مسلا الفين. او الفين واربعة. سيفهول الفين واربعة. يبقى هو كده هيسيف ده على انه اللي عنده اصدار ما بعد الفين واربعة يقدر يفتح الايه? يفتح الرسمة بتاعتي. وهقول له سيف. هقول له سيف فرقم سيف للايه? الرسمة بتاعتي. يبقى الرسمة اللي انا سيفتها من لحظات هي رسمة محفوظة بالفرجن الفين واربعة. يبقى اي حد عنده الفين واربعة يقدر يفتح. خلاص. طيب انا كل شوية هعمل ايه الحركة دي طبعا لا اه ممكن انسى. وغالبا هتنسى. فالحل بتاع ايه? الحل بتاع ان انا عايز دايما يحفظ لي بفرجن الفين واربعة. دايما يحفظ ده. فهنعمل ايه? هنروح على بتاعة الاوتوكات. نجيب ازاي الاوبشنز? بكليك يمين على الشاشة. اهو. اوبشن موجودة اهي تحت خالص. نبدو سكيب. لو جيت جوه الكماند هنا. جوه الكماند. ودست هتلاقي برضو اوبشن جات معك اهي? دوس سكيب. لو دست جوه الايكونة بتاع الاوتوكات برضو الاوبشن هنا اهي? خلاص? فاي واحدة من دول اعملها وادخل على الاوبشنز. اوبشنز. هنفتح دلوقتي الايه? الاوبشنز بتاعتنا. اهو. هنروح على تابة اسمها اوبن انت سيف اهي? بيقول لي الفايل سيف از الفين وتمنتاشر لان هو دل على طول بيحفز بيه الفين وتمنتاشر. لو دست كليك هنا واخترت الفين واربعة اخترت اولتوكات الفين واربعة وقلت له اوكيه? كده حضرتك كل ملفاتك هتتحفز على انها الفين واربعة فانتهي لنا في الحالة دي مش هتنسى. فكده دي بقى احنا حلينا مشكلة مهمة مع اه الملفات القديمة الملفات الجديدة وازاي نفتحها باوتوكات قديمة. وبكده الفيديو بتاعنا يبقى اه خلص ونشوفك ان شاء الله في فيديوهات القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة